من بعد قضاء يوم في الجزر التي شاهدناها في الحلقة الأولى انطلقنا من مطار هانوي إلى المحطة الثانية وهي تسمى دانانج وهناك قضينا بضعة أيام جولة في هذه المراكب الملونة كانت من ضمن برنامج الرحلة مع المجموعة السياحية التي انطلقنا معها من ألوانيا إلى فيتنام حيث قضينا في هذه المدينة وحدها يومين متتاليين قبل أن ننطلق إلى المحطة التالية على ضفاف هذا النهر تبدو المراكب التي تتخذ كسكن أحيانا يسكن فيها الناس أو البيوت العائمة طبعا هناك أحياء غنية وأحياء فقيرة تقعوا على ضفاف هذا النهر وهذا البلد هو من البلدان الأسيوية الاستوائية حيث تكثر فيه الأمطار ولذلك يتمتع بخضار دائم ودرجات حرارة مرتفعة طوال السنة ترجمة نانسي قنقر من بعد الانتهاء من رحلة المركب داخل النهر توجهنا إلى داخل سوق الخضار والفواكه في هذه المدينة وفيه من أنواع الخضار والفواكه ما لم أراها من قبل وهو ما يميز كل بلد عن الآخر حيث لديه أنواع من النباتات لا توجد في بلدان أخرى وهو من الأسواق الشعبية في هذه المدينة ترجمة نانسي قنقر 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 مراكب مضيئة تعجب السواح والمطاعم كما يمكن القيام بجولة في هذا النهر ليلان